وتعالوا عشان ما يكونش الكلام مرسل نوضح الأمور النادي الأهلي نادي ضمن أندية الدوري العام النادي الأهلي اللي هو مجلس الدارة له جهاز فني اللي هو عابين فيه خط واضح وفيه بلان واضح لشغله أنا عايز أشوف اتحاية كرة القدم المصري هل بيتعامل معايا زي أو بيتعامل مع المسابقة أو بيدير المسابقة بشكل واضح ده اللي هنشوفه من الحديث عن لجنة الحكام مش النادي الأهلي مطلبه لجنة الحكام وإقالة لجنة الحكام تعال شوف اتحاد كرة القدم تعامل ازاي مع لجنة الحكام تعامل ازاي مع كلاتنبرج اللي حتى يزيل لحظة ما بيناش والله عارفين هو ايه هو مدير لجنة تخطيط ولا رئيس لجنة الحكام هو في لجنة حكام ولا ما فيش لجنة حكام خلينا ناخد التسلسل واحدة واحدة ونشوف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري الكابتن حازم إمام وهو بيوضح لنا موعد التعامل أو استلام مهمة كلاتنبرج الرسمية وطبيعة عمل كلاتنبرج نطلع نشوف الفيديو عشان نرجع نوضح الأمور ماشية ازاي او بتدار ازاي في اتحاد كرة القدم الاتحاد الاعرق في قرة افريق نشوف الفيديو هو واللجنة اللي معاك اكيد يعني هو ما عافش حكام لسه اكيد يبقى محتاج حد يقوله الدنيا هو يعمل سيستمسي فيحاول هيجيب مثلا يعمل محاضرات يعمل ندوات يعمل محاضرين يعني اللجنة هم كميلة زمهين دلوقتي هم كم دلوقتي الوقت كابتن بيرج ده جاي السنة الجاية الموسم الجاية فكابتن عصام موجود ما راجل شغله زي يعني راجل محترم ما عملش حاجة راجل كان اعلن استخلته قال لما ييجي الراجل بس هو مش جاي دلوقتي وجاي السنة الجاية يعني جاي الموسم الجاية يعني حتى الان عصام عفتاح هو هو راجل لما يجي للمريد قلنا من الموسم من المقبل الكابتن حازم امام واضح جدا هو بيتكلم عن موعد تسلم كلايتنبرج مهمته اللي لسه ما كانش تكلم عنها ولكن كان واضح جدا انه هو هيبتدي مع الموسم الجديد مش الموسم الحالي التغيرات لطرقة الفترة دي هدع فهمها واحدة واحدة ونمشي مع اتحاد كرة القدم اللي بيدير الاتحاد الاعرق في افريقيا بالشكل ده لكن كان واضح ان القرار متاخد ان كلايتنبرج جاي الموسم القدم طب الكابتن يا صام فتاح قال لك والله راجل محترم لكن حابب بقول للامانة يعني ان الكابتن حازم امام في الحلقة دي اتكلم انتو زعلانين ليه اننا جايبين حد اجنبي يحاول يطور من الحكام لان مستوى الحكام في مشكلة فده اعتراف واضح وصريح من اتحاد القرى ان مستوى التحكيم في مشكلة اذا ده اكبر دليل ان قضية النادي الاهل يا فارس قضية عادلة مستوى التحكيم اعترف بالجميع انه في مشكلة كابتن حازم اعترف ان في مشكلة ويمكن كان بعض اعضاء اتحاد القرى ليهم رأي اخر هنبقى نتكلم فيها اسامة ولكن تأكيدا على كلامك كمان في 16 يونيو عرض اتحاد القرى مجموعة من النقاط هنا بصوا بقى جماعة الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها هو الراجل ده انتو جايبينه ايه وده اللي بيحصل مع الجمهور عشان تدخل في بلونة اختبارات وتدخل كل شوية في فكرة نشوف رد فعل الناس ايه رد فعل الناس انت جيت قلت في 16 يونيو البند كان قاعد ضمن بلون عقد الاتعالي مصر كارد القرى برئاسة استاذ جمال علام اجتماعنا اليوم بمقر وجاءة القرارات من ضمن القرارات تعيين مدير تطوير اجنبي للجنة الحكام ده في 16 يونيو بس ما اعتقدش ده كان الموقف الاخير لا ما هو احنا مش هنعرف دلوقتي احنا اصلا هنخلص الفقرة او الحلق او اليوم ومش عارفين كلا تنبرج وضع ايه لان اتحاد كرة القدم بيتعامل على رد فعل هل اتحاد كرة القدم ده السؤال بقى اللي هنوجهه انت فعلا بما انك معترف ان في مشكلة في التحكيم المصري انت فعلا بتسعى للعدالة ولا انت مشكلتك ان يكون النادي الاهلي هو اللي بيسعى للعدالة لان هو ده اللي من وجهة نظر الشخصية عامل تضارب ردود افعال عند اتحاد كرة القدم المصري اللي كانوا شايفين في يوم 16 يونيو ان هو هيكون مدير لجنة تطوير الحكام ولكن نفس الموقع الاتحاد المصري لكرة القدم عرض بالامس عودة او استقبال كلاتنبرج عن طريق التويتر اللي كتابها كلاتنبرج وبيقولوا يعني كلاتنبرج عبر حسابه على تويتر انا متحمس جدا لتولي مهمة ايه مهمتي ايه برئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم انا قادم يا ام الدنيا يعني والله الرجل ده شكله هينجح معنا جدا طالما دخل بقى انا قادم يا ام الدنيا دي والراجل جاي استلم مهمته رئيس لجنة التحكيم هو مش مدير ده امتا ركزوا في التواريخ ده امتا امبارح امبارح بقى يعني امبارح حاجة والنهاردة حاجة كلام كلاتنبرج بتاع امبارح غير كلام اتحاد الكرة النهاردة ليه لان يا جماعة انا عايز اقول ردود الافعال وده حصل اتحاد الكرة صربة للوسط الاعلامي ان عصام عبدالفتاح تم اتقالته ان كلاتنبرج جاي يستلم مهمته كرئيسا للجنة التحكيم يوم السبت وخرج كتير جدا من الاعلامين وعلى رسول كابتن احمد شبير قال ان عصام عبدالفتاح خلاص خارج اتحاد الكرة وكلاتنبرج هيستلم السبت طيب خرج النهاردة انا في رأيي ما يعرف بخبر المكايدة ايوا اتحاد الكرة شغال بطريقة المكايدة لما تيجي تقرأ البيان او الخبر اللي نزله النهاردة ده شغل مكايدات وشغل بيدر بالكرة المصرية وبيحطنا تحت ضغوط وتحت مشاكل مش مفترض المسؤول يكون بيتعامل بالشكل ده ابدا النهاردة تقال ايه بالبنت العريض كده الكلام مكتوب جلسة بين كلاتنبرج وعصام عبدالفتاح لوضع قط التطوير التحكيم هنا بقى خلاص اللي اتنين اتحطوا على قدم المساواة والنكابتن عصام عبدالفتاح اللي تدرعنا معاه افشل موسم تحكيمي منذ سنوات هو اللي حيقعد مع كلاتنبرج يشوفوا يطوروا التحكيم ازاي والتحكيم اللي اول قرار مفترض يكون لتطويره ابعاد عصام عبدالفتاح تماما او اننا نضم وجهه احمد للقعدة دي ياه ده ده الاعلى بقى ده تطوير التطوير ده تطوير التطوير بصوا بقى جماعة في متن الخبر وهنا الشيطان يكمن في التفاصيل وانا قاصد فعلا لان الشيطان يكمن في التفاصيل يصل الخبير التحكيمي الانجليزي مارك كلاتنبرج مساء اليوم للقاهرة وهو الموعد المحدد سابقا لوصوله هنا بقى دخلنا ايه يعني يا جماعة احنا قائلين كده كده جاي انت كاهل ملكش دعا بالموضوع بعد ارسال اتحاد الكرة انت عمركو شفتو اتحاد في العالم في اي بيان بيحكي هو بعد تذاكر الطيران لحد جاي له امتى والله العظيم فضيحة ارسال اتحاد الكرة تذاكر الطيران يوم 2 اغسطس يا اهلي الموضوع مالوش علاقة بيه بكرارات احنا من 2 اغسطس بعتين تذاكر الطيران للراجل احنا اتحاد قوي اوي احنا اتحاد شجاع اوي يعني ده بس ده مش مكتوب يعني انت تفهمه انا زي الاتحاد السابق بالزبط بعد اتمام التعاقد معه لتطوير منظومة التحكيم بص بقى اللي جاي ويعقد كيلاتنبرج جلسة هامة مع عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام غدا لوضع استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة ومناقشة سبل تطوير التحكيم بما يخدم مصلحة الكرة القدم المصرية والله لو فيه مصلحة لكرة القدم المصرية هي ابعد ما يكون عن اللي انتو كتبينه ده نظام مكيدات لا يليق بالاتحاد المصري لكرة القدم احنا عاملين ده من بدري احنا بعتله التذاكر من بدري هيقعد مع عصام عبدالفتاح انت عايز توصل ايه وانا بقول له كل المعنين في التحاد الكرة انا بشوف كابتن حازم امام الزمالكاوي اللي حقه يكون زمالكاوي فاي ازمة لنادي الزمالك مع التحاد الكرة بكل موقف حتى لو غير معلق بنشوفه في الستوديوهات بيقوم يشد في بدلة كابتن احمد الشناوي عشان يديله حالة لا ده الوضع بتاعت تشريحي كذا شوفت كابتن محمد بركات طالع بعد فضيحة امين همر يقول الاتحاد الكرة من خلال لجنة الحكام مش متربس بالنادي الاهلي طب تعالى للموقف ده انا هنا ما بتكلمش عن ابناء النادي الاهلي زي ما اسامة قال لكم انا مش عايز حاجة مش من حقي انما فين موقفكم فين موقفكم لما قلته هنعتذر وحيتحصل تحقيق معها العطار والراجل مكمل لما تيجي تشوف بيان بيخرج وانت راجل مسؤول في اتحاد الكرة بالشكل ده اللي فيه كأنك بتحرج ادارة النادي الاهلي قدام جمهورها منتظر ايه السلام انا عايز اقول لك حاجة مش موجودة في اي اتحاد على مستوى كرة القدم في العالم اتحاد الكرة بتاعنا هو الوحيد في العالم اللي قافل التعليقات على اي خبر على كل وسائل التواصل الاجتماعي ما فيش جمهور يعلق انت متخيل اتحاد وصل بالضعف والخوف من ردود أفعال الجمهور طيب انت بتخاف من ردود أفعال الجمهور مشيت البدري جيبت ايهاب جلال مشيت ايهاب جلال كل ده انت بتخاف من ردود أفعال الجمهور وجاي عند النادي الاهلي تنزل بيان اقل ما يوصف انوا مكايدة عارف ليه لان بلونة الاختبار اللي عملوها من خلال بعض الصحفيين المنتمين اللي اتحاد بالمصر لكرة القدم ما جابتش نتيجة ايه يا كتبلونة الاختبار قالك لا 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 هو انتم فكرين ان احنا لسه اصلا هنمشي الكابتن يا سام عبد الفتاح احنا قبل قرارات النادي الاهلي مشينا الكابتن يا سام عبد الفتاح اتقال كده من صحفيين محسوبين على الاتحاد هو احنا اصلا لسه هناخد قرار ضد محمود عشور احنا وقفنا محمود عشور الصبح قبل ما بياني النادي الاهلي ينزل فالقصة كلها هو السؤال انت كالتحاد قرى منوت بادارة اللعبة دي انت دورك دورك تحقق العدالة ولا دورك تكون ضد النادي الاهلي انا بصراحة لازم حد يجاوب من الاتحاد على السؤال ده انت مشكلتك مع نادي المفترض انت اللي لك حق ادارة اللعبة الافراد اللي بيديروا اتحاد كرة القدم الحاليين ثم السابقين او السابقين ثم الحاليين ماشيين على نهج واحد نهج واحد انا رد فعل ضد النادي الاهلي طب لو النادي الاهلي بيطالب بعدالة انا يكون ضد العدالة بوضوح اللي بيتقال ده هو كده بالزبط انا ضد العدالة فبالتالي السؤال واضح انا لا يهمني ايه القرارات اللي تتاخد ولا انا جاي بسعى الانتصار للنادي الاهلي لان النادي الاهلي بينتصر القضاء العدالة انا بس فقط لغير صعبان على ان الاتحاد الاعرق في قارة افراقيا يصل به لهذا الحد من سوء الادارة وهذا الحد من مش عايز اقول بقى احتضان المخطئين لان حصل في الخطاب بتاع الكاف وكان واضح جدا من لجنة الوزارة من المخطئ والاستاذ جمال علام قال يا احمد بيه انت عارفني احمد بيه انا ما بسيبش حاجة عندي غلط الغلط كان عندك يا استاذ جمال وسبت الغلط ودلوقتي برضو عندك رئيس لجنة حكام كابتن حازمان بنفسه بقول فيه سوء لمستوى التحكيم المصري وجاي تقول انا شلته لا انا رجعته انا حطيته لا انا مش عارف ايه ايه يا جماعة في ايه مش عارفين تديروا التحد هو زن بالنادي الاهلي انه مؤسسة محتاج يتعامل مع مؤسسة ماشي بلواقع وقوانين ومعايير مضبوطة موضوع صعب جدا وصعب عليكم وصدقوني التاريخ مش هينسى الاسماء اللي كانت موجودة والناس اللي المفترض اتعلمت الادارة في النادي الاهلي انا اسف جدا انتو طلقتوا من النادي الاهلي بسبب عندكم مع النادي الاهلي بتبينوا انتو ما تعلمتوش اي حاجة في الادارة والله يا يوسامة اهم حاجة ان التاريخ مش هينسى حتى لو المواقف عدت وعيب قوي انه اسامة يتكلم في حتة ان كابتن حزم امام طلع علي عندنا مشكلة في التحكيم وانا اقول لكم كابتن محمد بركات طلع علي التحكيم مش متربس بالنادي الاهلي امور كتيرة جدا بتتغير بس اعتقد موقف النادي الاهلي واضح فيديو لكابتن عصامة عبدالفتاح اللي مش بيضايب مهم جدا اللي مش بيتغير فعلا نسمعه ونرجع نعقب عليه سامة عبدالفتاح نهائيا مستمرة حتى نهاية الموسم كلام صح؟ والله يا كابتن شبير انا في الاول وفي الاخر مصري يعني يعني علاقتي بالتحكيم علاقة كبيرة جدا وحاجة بحترمها وحاجة سبب حاجة كتيرة انا فيها الان فاحنا مستحيل اننا للناس الامور دلوقتي صعبة كتير فمستحيل اننا همشي ويعني انا فانا موجود ان شاء الله لحد ما الامور تستقر وان شاء الله خير يعني يعني يا كابتن عصام عبدالفتاح انت اللي اعادك هيخلي الامور تستقر انت اللي مش هتمشي عشان الوضع صعب والله يا كابتن عصام انت احد اهم اسباب الوضع الصعب اللي وصلنا له ده من اول ما انت كنت في موقف لا يمكن ينسى تاريخيا وانا بقول دايما في مفارقة قدرية في الموسم ده ان اخطاء كتيرة جدا كان ممكن اي حد يطلع يقول ده نسبية ده قرار حكم ده الحكم شاف الحكم ما شافش والكلام اللي شايفينه بيتعامل طول الموسم ده إلا لعبة امين عمر اللي انت طلعت فيها قلت روح البروتوكول وتحصل قدام الاهلي من نادي الزمالك بعدها وتختفي اختفاء تام انت كنت محتاج تختفي اختفاء تام من المشهد عشان ده يكون اول شيء للاصلاح يا كابتن عصام اشتركوا في القناة